أفضى اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد ضم عددا من قيادات فصائل عراقية مسلحة وممثليها حول الوضع في لبنان عن اتفاق يقضي بدعم حزب الله اللبناني بالجهد العسكري البشري والتسليحي مع توسيع رقعة المواجهة ضد كل طرف يقدم الدعم للاحتلال في إشارة إلى القواعد الأمريكية بالعراق وسوريا الخبير بالشأن الأمني والسياسي العراقي علي الموسوي قال أن دخول الفصائل العراقية على خط المواجهة بالمحور اللبناني تحصيل حاصل لأن الوضع بالجنوب اللبناني مختلف عن تعقيدات جغرافية غزة وبينما يربط الخبراء بين موقف الفصائل وقرار طهران من توسيع قواعد الاشتباك فأنهم يتفقون بأن المتغيرات على الأرض محكومة بالهجوم البرية الإسرائيلي الذي قد لا يحدث أصلا لتبقى الأمور في قواعد الاشتباك الحالية التي تضع الجميع بدائرة الحسابات الإيرانية البديلة